السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبائي في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم مجددا وأتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية اليوم جئتكم بوصفة هي سحرية لطبيض البشرة وشدها من أول استخدام فإذا كنتم مهتمين فتابعوا مع الفيديو للأخير وصفة اليوم سهلة بسيطة وسوف تساعدكم على التخلص من سواد البشرة وكذلك إزالة البقعة الداكنة وشد البشرة مما سيساعدكم على التخلص نهائيا من مشكل التجاعل المبكرة كذلك سوف تساعدكم في التخلص من حب الشباب مكوناتها جد بسيطة إذن قبل ما نمر للوصفة أحبائي أتمنى منكم أن تدعموني بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو وكذلك إن كنتم أول مرة تزورون قناتي على اليوتيوب لا تنسوا الاشتراك وذلك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتي فور نزولها إذن أول مكون في هذه الوصفة سنحتاج إلى النشا أو ما يسمى بالميزينة فهذا المكون يعتبر ملين ومرطب للبشرة كذلك سوف يساعدكم على تبيض كذلك اليدين الرقبة من أول استخدام ستحتاجون إلى مقدار يعني تقريبا مقدار ملعقة كبيرة من النشا في هذه الوصفة وثاني مكون سنحتاج إلى مصحوق الكركم فهو مفيد للبشرة ومبيض بالضرجة الأولى كذلك سوف يساعدكم على التخلص من المقع الداكنة والتصبغات والرؤوس السوداء كذلك الكركم معروف أنه يخلص من التجاعد فهو يعالج جذور الحرة التي تعد من بين الأسباب الرئيسية لظهور التجاعد المبكرة وسنحتاج لمسج هذه المكونات إلى ماء الورد فماء الورد هو من المكونات المفيدة في تبيض وتفتيح البشرة كذلك هو يحميها من التجاعد ومناسب لجميع أنواع البشرة إذن هنا أحبائي بعدما تعرفنا على مكونات الوصفة نمر الآن لشرح طريقة تحضير هذه الوصفة تأخذون تقريبا مقدار ملعقة كبيرة من نشاء الضراء أو ما يسمع كذلك بالميزنة تضيفون إليها تقريبا مقدار ملعقة صغيرة أو نصف ملعقة صغيرة من الكركم وتمزجون هذه المكونات بماء الورد كما يمكنكم يعني إن كنتم نتتوفرون على ماء الورد يمكنكم مزج المكونات بعصير البرتقال أو كذلك بالزبادي تمزجون المكونات جيدا إلى أن تتجانس بعدها تأخذون هذه الوصفة تطبقونها على بشرة الوجه الرقبة كذلك اليدين القدمين يعني جميع المناطق بالجسم التي بها اسمرار أو تصبغات أو بقعدا كنا تتركونها يعني مطبقة على بشرة نظيفة تقريبا مدة نصف ساعة بعدها تقومون بغسل البشر بالطريقة العادية يعني بالماء الفاتر والصابون ثم بعدها تأخذون ماء الورد وترشون بشرتكم بماء الورد أو تقومون بترطيب البشرة بمرطب مناسب لكم إذن كما رأيتم وصفة سهلة لكنها فعالة رغم أن مكوناتها بسيطة أتمنى أن تجربوها وأتمنى إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا دع لايك وكذلك مشاركته مع الأصدقاء لتعم الفائدة ولكم مني دائما جزيل الشكر نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة ودمتم في أمان الله